شكرا جمانا أتساع صباحا بتوقيت القهرة السبع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتزازة بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وخلال استقباله قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ثمن الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول من جنبه أكد العماد عون حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيضة التي تربط دولتين الشغيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة معربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات امتدادا لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالتوصل الاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يلبي مصالح جميع الأطراف جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني إيجا وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعدة من جنبه نقل إيجا تحيات الرئيس سالفاكير إلى الرئيس السيسي معربا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها ومثمنا التطور المتواصل في مصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية والبناء والتقدم في جنوب السودان شهد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان جمسواني إيجا التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين تضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بحوط بحر الجبل بجنوب السودان ومذكرة تفاهم أخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين ووقع رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان في نهاية الجلسة الختمية على محضر اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المصرية الجنوب السودانية المشتركة والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ أعلنت وزارة الصحة خروج مائتين واثنى عشر متعفيا من مصابي فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى مائتين وثمانية وعشرين الفا وثمانمائة وست وثلاثين حالة أعلنت وزارة الصحة في بيانها تسجيل ثمان وثلاثين حالة إصابة جديدة وتسع حالات وفا أعلن الرئيس التونسي قايس سعيد أنه سيصدر نصا قانونيا نظم إجراءات تسمحه باسترجاع الأموال المنهوبة جاء ذلك خلال اللقاء قايس سعيد مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية سمير ماجول وخلال اللقاء أكد الرئيس التونسي أن من سيحاول إطلاف الوثاق سيتم محاسبته أمام القضاء داعيا للتعاون والتكافل في مثل هذه الظروف الاستثنائية أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون سيستكمل اليوم بحث تشكيلة الحكومة الجديدة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي كان عون قد استقبل في وقت سابق أمس رئيس الحكومة المكلف لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء لقاءات ميقاتي مع ممثلي الكتل النيابية خسر منتخب مصر للسيدات منافسات سلاح الشيش أمام منتخب اللجنة الأولمفية الروسية في مرحلة ربع نهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمفية توكيو 2020 كما خسر المصري رمضان درويج في ثمن نهائي منافسات الجودو وزن 100 كيلو جرام خلال المباراة التي جمعته بلاعب درجية المصنف الأول عالميا خلال منافسات الأولمبياد نهاية مجزة تساع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل